بسم الله الجميل الذي يحب الجمال خالق هذا الكون البديع كأجمل رسالة حب إلى مخلوقاته دي حلقة من سلسلة حلقات أحلام نجيب محفوظ بنحاول فيها أن يؤثر تزوق الجمال الأدبي لآخر إبداعات عظيم الأدب العربي أستاذ الحبيب نجيب محفوظ النهاردة الحلم رقم 218 من كتاب الأحلام الأخير يبدأ هكذا رأيتني في المحكمة مع بعض الزملاء وقلت للقاضي أنني مختص بالتقييم الفني ولا شأن لي بالرقابة وقال له مدير الرقابة أنه وحده المسؤول عن الرقابة ولكن لا علاقة له بالجانب الفني وبعد المرافعات أوصل قاضي بأن تمثل الرقابة في جميع اللجان الفنية كي لا تصدر لوزارة قرارات متناقضة تثير السخرية جميل حلم نص بيعبر عن العك الموجود في الجهاز الإداري للدولة المصرية لأنه الحقيقة من أكتر ما تفتقده مصر يعني في نظامها الحكومي وحتى نظامها الخاصة الإدارة الإدارة يا جماعة ده علم علم وفن علم بس ده علم إحنا حقيقة بنعيش في عك لإفتقادنا النظم الإدارية الحديثة الحكاية مش بالطريقة اللي بتتم في بلادنا دي فمشكلة الإدارة دي مشكلة مهمة جدا سواء في الجهاز الإداري أو في أي مؤسسة أو منشأة في مصر يضاف إليها بقى الاستبداد السياسي والمتمثل في فكرة الرقابة الرقابة على كل حاجة وعضراتكم عارفين ترزية القوانين عندنا اللي هم موجودين من 52 شغلتهم إزاي يخلقوا قوانين بحيث أن تتم الرقابة على كل حاجة بتحدث في البلد ولذلك القاضي في الآخر قال إنه مدير الرقابة ده يبقى موجود في كل اللي جان كل حاجة تصدر في البلد يبقى فيها رقابة يعني ده القاضي الشامخ بتاعنا ولكن هو والحقيقة الأستاذ كان في وقت ما كما تعلم حضراتكم أو لا تعلموك كان في وقت ما هو مدير الرقابة لكن هو بيشاور على العك ده بتاع الجهاز الحكومي من ناحية وبتاع فكرة الرقابة على كل حاجة فيبقى العل إنه يبقى فيه رقابة على كل شيء هنقول لي هذا ما قدر الله لنا أن نقوله والله أعلم